وخلال قيادته للفريق الملكي للقدرة أثبت سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة كفاءته العالية في تعزيز مكانة المملكة في مختلف المحافل الدولية المعنية برياضة القدرة بين كفاءة القيادة الإدارية والتألق الميداني فبات هو رجل الميدان والفارس الشجاع وصاحب الذهب كعادته الشيخ ناصر بن حمد فارس العالم وبطل للعالم في سباقات القدرة للمرة الثانية على التوالي ومن فرنسا هكذا عرفت مملكة البحرين والعالم بأسره سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الذي منذ أن بدأ بقيادة المجالين الشبابي والرياضي لم تتوقف البحرين عن حصد الإنجازات في مختلف أنواع الرياضات وعلى جميع المستويات سواء على الصعير المحلي أو الإقليمي أو الدولي فعمل سمو الشيخ ناصر بن حمد منذ سنوات عديدة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة الرياضية وجعلها أكثر قوة وحضورا في مختلف المحافل الدولية بدعم ومتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرصا مستمرا من سمو الشيخ خالد بن حمد في الإشراف على العملية الرياضية بمختلف أنواعها ونظرا لهذا الدعم الملكي السامي السخي للقطاع الرياضي والقيادة الحكيمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد أضحت الرياضة البحرينية الآن تعرف بأساسها القوي والراسخ والذي مهد الطريقة أمام الرياضيين والرياضيات والفرسان والفارسات في شق طريق العالمية ونيل العديد من الجوائز والميداليات والكؤوس ورفع اسم البحرين وطباعة اسمها في سجلات الأبطال الرياضيين ولم يتوان سمو الشيخ ناصر بن حمد يوما عن المحافظة على رياضة الأجداد والآباء فبذل كل الجهد والمساعي الطيبة للارتقاء بسباقات الفروسية والقدرة وعمل على إخراج جيل من الفرسان الشباب القادرين على حمل لواء القدرة البحرينية وتطورها لمستقبل أكثر إشراقا سطر سمو الشيخ ناصر بن حمد اليوم وبأحرف من نور إنجازات ونجاحات عالمية في رياضة رياضة القدرة فالعالم اليوم يحتفي بكونه بطل العالم للمرات الثانية على التوالي لسباقات القدرة لينضي سموه قدما كما عهدناه دائما في حصد إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها سموه في تاريخ رياضة القدرة البحرينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر